يستقبل رئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمطار القاهرة صاحب السموة الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين وذكر المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وصبل تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترق في إطار الشراكة الستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية